أهلا ومرحبا بكم مع أخبار الرياضة يوصل المنتخب الوطني لكرة القدم كافة التحضيرات والاستعدادات وذلك استعدادان لملاقات بنجلاديش وأستراليا في تصفيات المزدوجة المؤهلة لنهاية كأس أسيا وأيضا المؤهلة لكأس العالم آخر أخبار التحضيرات في التقرير التالي ضربة مجاد تلقاها معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمبارتي بنجلاديش وأستراليا بتعرض نجم الفريق حسن عبد الفتاح لإصابة يوم أمس مع فريق الخريطيات في الدور القطري مكان احترافه هذه الإصابة حسب التشخيص الأولي تشير إلى تعارض الشاطر حسن لشد قوي بالعضلة الخلفية ويحتاج لأخذ عشرة أيام من الراحة بانتظار صورة الرانين المغناطيسي التي ستحدد بشكل نهائي إمكانية مشاركته مع أستراليا من عدمها الأوراق بوثرت في الجهاز الفني للمنتخب الوطني فهذه الإصابة أجبرت عبدالله أبو زمع على الاستعانة بخدمات عبدالله ديب لتعويض هذا النقص وفق ما أعلنه الجهاز الفني اليوم أنباء أخرى تشير إلى تعارض المحترف الآخر في الكويت الكويتي حمزة دردور لإصابة أيضا خلال مواجهة فريقه مع القادسية لكن لا أخبار مؤكدة تشير لغيابه بانتظار قدومه اليوم وإجراء فحوصات طبية إبراهيم الزواهر التحق اليوم بالتدريب بانتظار المحترف الآخر في الدور الكويتي أحمد الريحاني حتى تكتمل الأسماء المحترفة في الخارج المدير الفني الإنجليزي هاري ريدناب يصل اليوم إلى العاصم عمان ويشرف بدءا من يوم الغد على تدريبات المنتخب الوطني ويتابع المباراة التي ستقام بين لعبي المنتخب الوطني والتي على ضوئها سيتمكن من التعرف على لعبي النشامة تحديات كبيرة تواجه المنتخب الوطني والجهاز الفني قبل لقاء بانجلاديش يوم الخميس المقبل والشارع الرياضي المتعاطش لإنجاز جديد للنشامة ينتظر بشغف مواجه السوراليا في 29 من هذا الشهر وهي التي ستحدد مصير المنتخب الوطني في التأهل للدور الثاني من تصفية كأس العالم والتي ستقام في روسيا عام 2018 ومع أجواء الدورية الهولندية لكرة القدم ومع قمة الإثارة والندية حيث حول فريق فينوردا التأخر بهدف أمام ضيفه ديغراف شاب إلى فوز بثلاثة هدف مقابل هدف واحد وذلك ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من المطولة الهولندية لكرة القدم وأنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدمان بهدف سجله روبين بروبير في الدقيقة السادسة والعشرين وفي الشوط الثاني حقق فينورد هدف التعادل عبر لاعبه ميشيل كرامر في الدقيقة الخامسة والخمسين ثم تقدم إيريا لفينورد بهدف ثاني في الدقيقة السادسة والسبعين قبل أن يختتم بوما لاعب ديغراف شابا النتيجة بتسجيل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية والثمانين وبهذا الفوز رفع فينورد الرصيد إلى تسع وأربعين نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أضيف عنده سبع عشرة نقطة في المركز قبل الأخير قد المهاجم النيجيري أحمد مسافرق ساسكا موسكو إلى تحقيق فوز الناهام على ضيفه كوبانا بهدفين دون مقابل حضرنا منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدور الروسي لكورتا القدم وافتتح أحمد موسى التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادي والعشرين قبل أن ينجح اللاعب بنفسه بتسجيله الهدف الثاني لفريقه ساسكا موسكو في الدقيقة الحادي والثمانين من زمن الشوط الثاني وبهذا الفوز رفع ساسكا موسكو الرصيد إلى 43 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد كوبانا عند الثمان عشرة نقطة في المركز الثالث عشر تغلب فريق لوس أنجلوس غالكسي على ضيفه سان خسي بثلاثة أهداف مقابل أهداف وحيد في الدورة الأمريكية لكورتا القدم وأستغل فريق لوس أنجلوس التفوق العددي بعد طرد اللاعب سيمون من الفريق الضيف ليفتتح زاردس فالنتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين ثم تبعوا بهدف آخر في الدقيقة الثانية والستين وقلص بعدها كريس النتيجة ريسان خسي في الدقيقة التاسعة والثمانين قبل أن يعيد النجم الإيرلندي روبيكين الفارق إلى هدفين بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء سجل دوين ويد 24 نقطة ليقود فريقه ميامي للفوز على ضيف كليف لاندا بـ 122 نقطة مقابل 100 نقطة ضمن منافسات الدورة الأمريكية لكرة السلة للمحترفين رفاق ويد أنهى الرابع الأول لمصلحتهم بـ 31 نقطة مقابل 19 نقطة وتواصلت السيطرة لأصحاب الأرض في الربع الثاني بـ 34 نقطة مقابل 25 وفي الربع الثالثة فرض فيه ميامي السيطرة المطلقة والذي انتهى بـ 33 نقطة مقابل 26 كليف لاندا وعبر نجمه ليبرون جيمس عاد لأجواء اللقاء في الربع الأخير لكنه لم يتمكن من تدارك الموقف ليخسر هذا اللقاء بـ 128 نقطة مقابل 100 نقطة تأهل المصنف الأول عالميا نوفاك جيكوفيتش إلى نهاية بطولة أنديانا ويلزا للتنسى بعد تغلبه على الإسباني رفائيل ندال تفاصيل أوفى عن هذا اللقاء المثير في التقرير التالي لقب جديد يقترب منه المصنف الأول في العالم السربي نوفاك جيكوفيتش في بطولة أنديان ويلز أولى بطولات الأساتذة حيث تخطى نوفاك منافسه الأقوى في بطولة رفائيل ندال المصنف رابعا في لقاء نصف النهائي بمجموعتين دون رد جيكوفيتش الباحث عن معادلة رقم ندال بـ 27 لقبا في بطولة الماسترز احتاج إلى ساعتين لتخطي منافسه الإسباني بواقع 7 أشواط لـ 6 و 6 أشواط لـ 2 يواجه نوفاك في النهائي الكندي ميلوس راونيتش المصنف رقم 12 في البطولة والذي تفوق بدوره على المصنف الخامس عشر البلجيكي ديفيد جوفان بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 و 3-6 و 6-3 نهاية مثيرة تنتظرها جماهير البطولة جوكوفيتش يبحث عن اللقب الخامس له في تاريخ المصابقة فيما يحلم ميلوس بتحقيق أولى ألقابه في بطولات الماسترز للتنس الأرضي